اكد سعادة السيد جميل بن محمد الحمدان وزير العمل على اهمية تعزيز التواصل بين الشباب البحريني والمسؤولين بهدف تبادل الافكار والرؤى لمواصلة البناء وتحقيق الانجازات الوطنية جا ذلك خلال اللقاء المفتوح لسعادتي مع الشباب البحريني المشارك في برنامج رهان المستقبل في مرحلتي الثانية الذي يأتي بتنظيم من قبل معهد البحرين للتنمية السياسية لقاء مفتوح وحوار شفاف بين سعادة وزير العمل ونخبة من الشباب البحريني المشارك في برنامج رهان المستقبل تعزيزا للتواصل وخلق خط واحد لتبادل الافكار والرؤى للمساهمة في النهضة التنموية الشاملة الاستراتيجية والحكومية والتطلعات الشبابية نوقشت خلال هذا اللقاء الذي ضم العديد من المواضيع الهمة التي طرحت على طاولة الحوار والتي كانت من أولويات هذا البرنامج الذي ينظم من قبل معهد البحرين للتنمية السياسية سعد جدا بلقاء هذا الشباب والشابات التي تفاجعت بعمق ثقافتهم وفهمهم لسياسة وبرامج مملكة البحرين في مجال تنمية القوى العاملة ووضيع البحرين يمثل الأفضلية في التوظيف فكل سؤال كان وكل موضوع طرح للمناقشة يبشر بالخير بأن شبابنا وشاباتنا يد أمينة لتحمل المسؤولية في المستقبل على أسس واقعية من الفهم والدراسة والتعمق التجاوب الكبير من السادة الوزراء شجع حقيقة هؤلاء الشباب إلى طرح الكثير من هذه التساؤلات بكثير من الأريحية أعطى فيهم الأمل والدفعة وأيضا ألقى الضوء وبشكل كبير على السياسات العامة لوزارات الدولة المختلفة كوادر شبة مميزة طرحت الأسئلة وقدمت المبادرات والاقتراحات التطويرية والإبداعية لتؤكد التزامها التام بالمسؤولية الوطنية وطموحها الذي ينصب في مصلحة الوطني وقاطني اليوم نحن حسين أن نروح بوسط لغاء عفوي مع سعادتها ما كان في أي حدود بين وزير وشاب فاندل دل على مدى قرب الوزير من الشاب البحريني اليوم بداية نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعهد البحرين التنمية السياسية على تحتنا الفرصة باللقاء بسعادة وزير العمل والحديث طبعا عن أبرز المشاريع والخطط القائمة عليها الوزارة متمنين كافة الجهود المبذولة في خدمة الشباب البحرين الواعد والمواطنين ثقافة الحوار وتبادل الرأي ثقافة متأصلة في مملكة البحرين ويأتي هذا اللقاء المفتوح ليكون تذكرة عبور وشهادة خبرة للمشاركين بهدف تأهيلهم للانخراط في العمل الوطني بشتى مجالاته أفكار تبلورت ورؤى طرحت في هذا اللقاء المفتوح الذي جمع بين الخبرة والطموح ليرسم طريقا خاصا بالنجاح للشباب البحريني شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين